قرب الكصف على البلد نزحنا نزحنا مش عارفين حالنا وان رحين كان عنا صدمة كبيرة انو طالعين من بيوتنا نزحنا بس طوات الأحداث عنا بالضايقات لما هنا غلاضنا وطلعنا توجهنا حطينا عيننا بعين الله وظهرنا هالألوان مش عارفين حالنا وان رحين نحنا نزحنا نزوح مؤقتاً مؤقت افساحاً للمجال أمام المجاهدين الأبطال الموجودين فوق لحتى ما نعرقلهم شغلهم ونشغلهم فينا وصلنا للأعيي وصلنا لكفرسير وصلنا للأصحاب وصلنا لمنطقة النبطية بالزيت نحنا قاني كشخ لقاينا كل بيوت مفتوحتنا نحنا وعالتريق قلنا أصحاب يعني بالضيع كتير فتواصلنا معهم قالوا أهلا وسهلا بيوتنا لكم مفتوحة فشرفنا لعندهم على الضايعة مش بس لقينيهم هني لقاينا كل أهل الضايعة مش بس فتحوا لنا بيوتهم فتحوا قلوبهم كمان يعني وبكفينا نحنا هون بكفرسير إذا منمشي بشوارق كفرسير منشوف الناس عم تضحك بوجنا هيدا اللي بأيزمنا تفضلوا شربوا شاي هيدا بأيزمنا تفضلوا شربوا قهوة وأكتر في حالي هون بكفرسير ناس قعدوا تحت هيكمة الأراضي وقعدوا الناس عندهم قعدوا ببيتهم الأساسي وقعدوا هني ناس بأراضي يعني أنا هيدا شخص أنا بعرفه فتت عبيته وانصدمت بصراحة فما بيقولوا الواحد إلا بارك الله بهيك ناس عن جد عايشين الهم واحد وبيحكم أربنا من فلسطين المحتلة نحنا أكتر ناس يعني أخبر بالعدو الإسرائيلي العدو الغاشم اللي ما بيتأمله ولا لخذه وبالتالي فحياتنا كلها ما قال العدو الإسرائيلي هو غدر وخداع لأينا وكل أهالي منطقة الجنوب عايشين هيدا الهم فاتعاملوا كلتنا عم نتعامل مع بعضنا على هيدا الأساس على أساس التكاثف والمحبة والإلفة قلبهم الطيب أكيد يعني وفطرتهم الطيبة ويمكن هني مرأوا بال2006 أكيد يعني مرأوا تهجرت هوني ناس كتير سمعت فيمكن مثل ما لقوا ناس استقبلتهم فأكيد يعني عاملوا مثل ما تعاملوا نحنا الفرع أن هالأرض ورسناها عن جدودنا مجبول ترابة بعرقهم بتعبهم فما منتخلى على بالمستوطنات ما بتعنيلهم شي يعني رسالتنا لأهل غزة هي رسالة أنه نحنا حدكم ومعكم ودمنا واخر وبإذن الله سبحانه وتعالى منتصرين لمحال ما فيش اسمه تهجير نحنا لشو محجرين نحنا صندين هي أرض أرضنا وهي بلادنا وعم ندافع عنا لو قد شو ما قدمنا ما عنا مشكلة بالموضوع بالنسبة للنازحين أنا بتواجب كلمتي إلهم بإلهم نتحملوا النصر قريب بوجود الشباب عجبها وصمودهم نحنا حتما راجعين منتصرين بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر